اشتركوا في القناة ما هو اسم رئيس الولايات المتحدة الحالي سنة 2021؟ الجواب يكون جو بايدن لماذا تمتلك بعض الولايات ممثلين عنها أكثر من الولايات الأخرى؟ لأنهم لديهم عدد أكبر من الناس ما هي أجزة الكونجرس الامريكي؟ مجلس الشيوخ ومجلس النواب ماذا نسمي التعديلات العشرة الأولى للدستور؟ نسميها وثيقة الحقوق كم عدد سنوات انتخاب عضو مجلس النواب الأمريكي؟ في أي شهر نصوت للرئيس؟ في شهر نوفمبر شهر 11 أعطي اسم حرية أو حق واحد من التعديل الأول كلمة سبيتش تعني حرية الكلام من هو المسؤول عن السلطة التنفيذية؟ ماذا فعل إعلان الاستقلال؟ قالت إن الولايات المتحدة حرة من بريطانيا أعطي حقين من حقوق وثيقة إعلان الاستقلال الحياة والحرية ما هي حرية دين؟ يمكنك ممارسة أي دين أو عدم ممارسة أي دين إن فكرة الحكم الذاتي في الكلمات الثلاثة الأولى من الدستور ما هي هذه الكلمات؟ نحن الشعب ما هو النظام الاقتصادي في الولايات المتحدة؟ ما هي سيادة القانون؟ لا أحد فوق القانون ما الذي يمنع فرعا واحدا من الحكومة من أن يصبح قويا للغاية؟ انتظار الظوابط والتوازنات من يضع القوانين الفيدرالية؟ كم عدد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي؟ مئة سيناتور في أمريكا خمسين ولاية لكل ولاية سيناتوران كم سنة ننتخب سيناتور أمريكي؟ ستة ما هو التعديل؟ تعديل على الدستور كم عدد الأعضاء المصوطين في مجلس النواب؟ 435 435 Who does a U.S. senator represent؟ ماذا يمثل السيناتور الأمريكي؟ All people of the state كل سكان الولاية We elect a president for how many years؟ نحن ننتخب رئيسا لكم سنة؟ 4 لمدة أربع سنوات What is the name of the vice president of the United States now؟ ما هو اسم نائب رئيس الولايات المتحدة الآن؟ الجواب المباشر يكون Kamala Harris Kamala Harris If The president can no longer serve Who becomes president؟ إذا لم يعود الرئيس قادرا على الخدمة فمن يصبح رئيسا؟ The vice president If both the president and the vice president can no longer serve Who becomes president؟ إذا لم يعود الرئيس ونائب الرئيس قادرا على الخدمة فمن يصبح رئيسا؟ The speaker of the house رئيس مجلس النواب Who is the commander and chief of the military؟ من هو القائد الأعلى للقوات المسلحة؟ The president الرئيس What is the supreme law of the land؟ ما هو القانون الأعلى للبلاد؟ The constitution الدستور Who signs bills to become laws؟ من يوقع على التشريعات لتصبح قوانين؟ The president الرئيس Who vetoes bills؟ من ينقض التشريعات بالفيتو؟ The president الرئيس Name one branch or part of the government أذكر اسم فرع واحد أو جزء من الحكومة President President الرئيس What does the president's cabinet do؟ ماذا تفعل حكومة الرئيس؟ Advices the president تنصح الرئيس What are two cabinet-level positions؟ اذكر اثنين من مناصب الحكومة Vice president Vice president Secretary of state Vice president نائب الرئيس Secretary of state وزير الخارجية What does the judicial branch do؟ ماذا يفعل الجهاز القضائي؟ Reviews laws Explains laws يراجع القوانين يفسر القوانين What is the highest court in the United States؟ ما هي أعلى محكمة في الولايات المتحدة؟ The supreme court The supreme court المحكمة العليا How many justices are on the supreme court؟ كم عدد قضاء المحكمة العليا؟ Nine تسعة قضاء How many amendments does the constitution have؟ كم عدد تعديلات الدستور؟ 27 27 27 Name two national U.S. holidays اذكر عطلتين وطنيتين للولايات المتحدة New Year's Day and Christmas New Year's Day and Christmas يوم السنة الجديدة ويوم عيد الميلاد Under our constitution Some powers belong to the federal government What is one power of the federal government؟ بموجب الدستور تنتمي بعض السلطات للحكومة الفيدرالية اذكر أحد سلطات الحكومة الفيدرالية To print money تطبع النقود Under our constitution Some powers belong to the states What is one power of the state؟ بموجب الدستور تنتمي بعض السلطات للولايات اذكر أحد سلطات الولايات Give a driver's license إصدار رخص القيادة How old do citizens have to be to vote for president؟ كم هو عمر المواطنين الذين يحق لهم التصويت لانتخاب الرئيس؟ 18 and older 18 سنة فما فوق Who was the first president؟ من كان أول رئيس؟ George Washington What are the two major political parties in the United States؟ ما هما الحزبان السياسيان الرئيسيان في الولايات المتحدة؟ حزبان فقط Two parties Democrats and Republican Democrats and Republican الديمقراطي والجمهوري What is the political party of the president now؟ ما هو الحزب السياسي للرئيس حاليا؟ الجواب يكون Democratic Party Democratic Party الحزب الديمقراطي What is the name of the Speaker of the House of Representatives now؟ ما هو اسم رئيس مجلس النواب حاليا؟ Nancy Pelosi Nancy Pelosi There are four amendments to the Constitution about who can vote Describe one of them هناك أربع التعديلات في الدستور عن من يحق له التصويت صف أحدهما Citizens 18 and older can vote المواطنون في سن الثامنة عشر أو أكبر يمكن أن يصوتوا What is one responsibility that is only for United States citizens؟ اذكر أحد المسؤوليات التي تقع على عاتق مواطني الولايات المتحدة Vote in a federal election التصويت في انتخابات فدرالية Name one right only for United States citizens اذكر حقا واحدا من الحقوق التي يتمتع بها مواطنو الولايات المتحدة فقط Vote in a federal election التصويت في انتخابات فدرالية What do we show loyalty to when we say the pledge of allegiance؟ لمن نبين الولاء عندما ندلي بقسم الولاء؟ The United States الولايات المتحدة What is one promise you make when you become a United States citizen؟ اذكر أحد الوعود التي تقطعها على نفسك عندما تصبح مواطنا أمريكيين Be loyal to the United States يكون ولائي للولايات المتحدة What are two ways that Americans can participate in their democracy؟ اذكر اثنين من الطرق التي يستطيع الأمريكيين المشاركة بهما في دموقراطيتهم Vote run for office Vote التصويت run for office الترشح لمنصب When is the last day you can send in federal income tax forms؟ ما هو آخر يوم تستطيع أن ترسل فيه إقرارات ضرائب الدخل الفدرالية؟ April 15 April 15 في شهر الرابع يوم 15 When must all men register for the selective service؟ متى يستطيع كل الرجال تسجيل أنفسهم للخدمة العسكرية الانتقائية؟ At age 18 في سن الثامن عشر What is one reason colonists came to America؟ اذكر أحد أسباب مجيء المستعمرين إلى أمريكا جاءوا من أجل الحرية Freedom Who lived in America before the European arrived؟ من كان يعيش في أمريكا قبل وصول الأوروبيين؟ American Indians American Indians الهنود الأمريكيين What group of people was taken to America and sold as slaves؟ أي مجموعة من الناس تم اغتيادها إلى أمريكا وبيعها كعبيد؟ Africans الافريقيين Africans Why did the colonists fight the British؟ لماذا قاتل المستعمرون البريطانيون؟ Because of high taxes taxation without representation بسبب الضرائب المرتفعة Who wrote the declaration of independence؟ من كتب إعلان الاستقلال؟ Thomas Jefferson Thomas Jefferson When was the declaration of independence adopted؟ متى تم اعتماد إعلان الاستقلال؟ July 4th 1776 كانت هناك ثلاثة عشر ولاية أصلية اذكر ثلاثة منها الكلمة المفتاحية Name 3 Name 3 New York New Jersey New Hampshire New York New Jersey New Hampshire New York New Jersey New Hampshire جميعها تبدأ بكلمة New للسهولة What happened at the constitutional convention؟ ماذا حدث في المؤتمر الدستوري؟ The constitution was written تمت كتابة الدستور When was the constitution written؟ متى كتب الدستور؟ 1787 1787 عام 1787 The Federalist Papers supported the passage of the US Constitution Name one of the writers أيدت الصحف الفيدرالية إجازة الدستور الأمريكي اذكر اسم واحد من كتابها John J John J What is one thing Benjamin Franklin is famous for؟ اذكر أحد الأشياء التي اشتهر بها Benjamin Franklin U.S. ديبلومات U.S. ديبلومات U.S. ديبلومات ديبلوماسي أمريكي Who is the father of our country؟ من هو أب بلادنا؟ جورج واشنطن What are two rights of everyone living in the United States؟ اذكر اثنين من حقوق كل من يعيش في الولايات المتحدة؟ Freedom of speech Freedom of religion Freedom of speech حرية التعبير Freedom of religion حرية الدين What territory did the United States buy from France in 1803؟ ما هو الأقليم الذي اشترته الولايات المتحدة من فرنسا عام 1803؟ Louisiana Louisiana Name one war fought by the United States in the 1800s اذكر حربا واحدة خاضتها الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر Civil war Civil war الحرب الاهلية Name the U.S. war between the north and the south اذكر اسم الحرب الامريكية بين الشمال والجنوب The civil war The civil war الحرب الاهلية Name one problem that led to the civil war اذكر مشكلة واحدة ادت الى الحرب الاهلية Slavery العبودية What was one important thing that Abraham Lincoln did؟ اذكر شيئا مهما واحدا فعله Abraham Lincoln Freed the slaves Freed the slaves حرر العبيد Emancipation proclamation اعلان تحرير العبيد What did the emancipation proclamation do? ماذا فعل اعلان تحرير العبيد؟ Freed the slaves Freed the slaves حرر العبيد What did Susan B. Anthony do? ماذا فعلت Susan B. Anthony؟ Fought for civil rights حاربت من اجل الحقوق المدنية Name one war Fought by the United States in the nineteen hundreds اذكر حربا واحدة خاضتها الولايات المتحدة في القرن العشرين Vietnam War Vietnam War حرب الVietnam Who was president during World War One؟ من كان الرئيس خلال الحرب العالمية الأولى؟ Woodrow Wilson Woodrow Wilson قائد الحرب العالمية الأولى Woodrow Wilson Who was president during the Great Depression and World War Two؟ من كان الرئيس خلال الكساد العظيم والحرب العالمية الثانية؟ Franklin Roosevelt Franklin Roosevelt Who did the United States fight in World War Two؟ ما هي الدول التي حاربتها الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية؟ Japan, Germany and Italy Japan, Germany and Italy Before he was president Eisenhower was a general What war was he in؟ كان ايزنهاور جنرال قبل أن يكون رئيس ما هي الحرب التي خاضها؟ World War Two World War Two الحرب العالمية الثانية During the Cold War What was the main concern of the United States؟ خلال الحرب الباردة ما هو القلق الرئيسي الذي كان يشغل بال الولايات المتحدة؟ Communism الشيوعية Communism What movement tried to end racial discrimination؟ ما هي الحركة التي حاولت انهاء التمييز العنصري؟ Civil Rights Movement Civil Rights Movement حركة الحقوق المدنية ماذا فعل مارتين لوتر كينغ الابن؟ ماذا فعل مارتين لوتر كينغ الابن؟ ماذا فعل مارتين لوتر كينغ الابن؟ بضع كينغ الابن؟ ما هو الحدث الرئيسي الذي وقع في الحدي عشر من سبتمبر عام 2001 في الولايات المتحدة؟ هاجم إرهابيون الولايات المتحدة اذكر اسم قبيلة هندية أمريكية واحدة في الولايات المتحدة اسم القبيلة الهندية اذكر واحدا من أطول نهرين في الولايات المتحدة نهر المسيسبي ما هو المحيط على الساحل الغربي للولايات المتحدة المحيط الهادئ ما هو المحيط على الساحل الشرقي للولايات المتحدة المحيط الأطلسي اذكر واحدا من الأقاليم الأمريكية اذكر ولاية واحدة على حدود كندا اذكر ولاية واحدة على حدود المكسيك ما هي عاصمة الولايات المتحدة اين يقع تمثال الحرية؟ تستطيع أن تقول فقط نيويورك ميناء نيويورك لماذا يوجد ثلاثة عشر شريطا بالعلم؟ لأنه كانت هناك ثلاثة عشر مستعمرة أصلية لماذا توجد خمسين نجمة بالعلم؟ لأن هناك خمسون ولاية ما هو اسم النشيد الوطني؟ العلم المرصع بالنجوم متى نحتفل بعيد الاستقلال؟ جولاي فورث جولاي فورث بشهر السابع يوم أربعة من هو حاكم ولايتك حاليا؟ الجواب يختلف حسب الولاية لمعرفة معلومات ولايتك اذهب إلى موقع أمير USA.com ما هي عاصمة ولايتك؟ الجواب يختلف حسب الولاية لمعرفة معلومات ولايتك اذهب إلى موقع أمير USA.com سمي نائب الولايات المتحدة الخاص بولايتك هذا السؤال يختلف حسب الولاية لمعرفة معلومات ولايتك اذهب إلى موقع أمير USA.com من هو أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي لولايتك الآن؟ هذا السؤال يختلف حسب الولاية لمعرفة معلومات ولايتك اذهب إلى موقع أمير USA.com ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة